طيب موضوع الساعة والحديث الذي لن يتوقف هو مؤتمر المناخ كوب 27 اللي بتستضيف مدينة شرم الشيخ لشان كده تعالوا الروح سريعا لمدينة شرم الشيخ مع زمنة أحمد الحسيني لمتابعة آخر الاستعدادات اللي بتتم لاستضافة المؤتمر كوب 27 صباح الخير يا أحمد صباح الخير يا أحمد أهلا بيك صباح الخير لمشاهدي صباح الخير يا مصر من مدينة السلام من شرم الشيخ في صبق حصري لبرنامج صباح الخير يا مصر احنا اول كاميرا تطلع لايف بشكل مباشر من حديقة السلام البيئية والمنطقة الخضراء هذه المنطقة اللي زرها مؤخرا دولة رئيس الوزراء وتجول فيها بصحبة وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد ومحافظ جنوب سيناء واطمئن على سير العمل سواء في حديقة السلام البيئية أو المنطقة الخضراء خلينا بداية نستعرض حديقة السلام البيئية والانا متواجد فيها حاليا وبتظهر من خلفي وهي على مساحة 33 فدان فيها مجموعة من المسطحات الخضراء فيها ايضا غابة شجرية بالضم 15 فدان والحديقة هنا لها اهداف علمية وهي هي اعادة تأهيل النباتات الطبية والعطرية البرية المهددة بالانقراض في سيناء فبالتالي احنا بنتكلم عن 40 نوع من هذه النباتات موجودة هنا في حديقة السلام البيئية المجاورة للمنطقة الخضراء بالاضافة الى المكان هنا فيه ايضا معشبة نباتات مجففة وهذه المعشبة بمعنى انها تضم مجموعة من النباتات المجففة لالبحثين في قضايا النباتات والتغيرات المناخية المنطقة هنا حديقة السلام البيئية ايضا بتضم ثلاث مباني تم رفع كفائتهم وتطويرهم في الفترة الاخيرة استعدادا ايضا لاستقبال قمة المناقب 27 في نوفمبر القادم باذن الله ونجد من بين المباني الموجودة ديه المتحف السلام والبيئة وهذا المتحف ليه اهمية خاصة لانه هو بيضم اهم معاهدات السلام اللي وقعتها مصر ومن اقدم معاهدات السلام معاهدة السلام وقحة الملك رمسيس الثاني في عهد الفرعنة بالاضافة لمبنى اخر وهو متحف ديو راما سينة للتنوع البيولوجي وهو عبارة عن عرض متحفي لمحتويات محميات سينة وفيه ايضا بيتم عرض مجسمات لهذه المحتويات لمحميات سينة وطبعا سينة فيها كثير من المحميات الطبيعية اللي بتضمها المبنى الثالث الموجود هنا ايضا في محيط حديقة السلام البيئية والمنطقة القدراء هو مركز معلومات التنوع البيولوجي وهو بيحكي قصة الانسان وحياة الكهوف من 11 الف سنة والحياء البرية الطبيعية اللي كان بيعيشها الانسان في الفترة دي من نحو 11 الف سنة وفي هذا المركز مركز معلومات التنوع البيولوجي بنجد ان في عرض بانوراما لهذه الحياة البرية للانسان القديم اذا انتقلنا من حديقة السلام البيئية للمنطقة الخضراء والتي تجول فيها دولة رئيس الوزراء كما ذكرت واطمألنا ايضا على سير العمل هنا في هذه المنطقة الخضراء فبداية احمد هنجد ان هذه المنطقة الخضراءية مقامة على مساحة 12 الف متر مربع تقريبا وفي هذه المنطقة الخضراء سوف يتم خلال فعاليات المؤتمر عرض جهود مصر في التعامل والتكيف مع التغيرات المناخية التي تهدد العالم اجمع بالاضافة الى ايضا جهود مصر في تقليل الاثر السلبية من هذه التغيرات المناخية التي عانى ويعاني وسوف يعاني منها العالم اجمع سواء في السنوات الماضية وايضا التوقعات ان هناك سنوات مقبلة سوف نعاني الكرة الارضية سوف تعاني من هذه الاثر السلبية بشكل كبير من المتوقع ان وكما اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال تجولها مع دولة رئيس الوزراء مؤخرا هنا في هذه المنطقة الخضراء والحديقة السلام البيئية من المتوقع ان يتم فعاليات في هذه المنطقة الخضراء كمشاركات للشباب والمجتمع المدني والمرأة والتنوع البيولوجي وايضا فعاليات للحياد الكربوني وهذه المنطقة ايضا تم طلب تقديم طلبات تصل الى 268 طلب لحجز مساحات بيئة المنطقة الخضراء وفيها سوف يتم تعبير الشباب عن انفسهم وإيصال اصواتهم فيما يخص طبعا قضايا المناغ بالاضافة الى مجموعة من الفنون التي سوف تقام في هذه المنطقة الخضراء فنون لها ايضا علاقة باعادة تدوير المخلفات وعرض ازياء ايضا لقضايا البيئة بالاضافة الى سوف يتم ايضا عصف موسيقى تخص قضايا البيئة في هذه المنطقة وهذه كانت شرح سريع للحضيقة السلام البيئية والمنطقة الخضراء التي سوف تشهد فعليات مؤتمر قمة المناقب 27 في السادس من نوفمبر المقبل بإذن الله اليك احمد فلسطور احمد انا بشكرك وبحسدك في نفس الوقت على المنظر الطبيعي الخلاب ما فيش اجمل من العودة للطبيعة وفكرة اللي انت وقف في حضيقة السلام البيئية وما تشهد من نباتات قد تنقرت فنحن نحيي هذه النباتات مرة تانية ونحافظ عليها طبعا هذا مجهود محمود للدولة المصرية شكرا لك احمد على هذه التفاصيل